مؤكدنا اليوم عشان نطالب وزارة خارجية انه هي تتحمل مسؤوليتها اتجاه المواطنين البلجيك الفلسطينيين مزدوجي جمسية ولكن ايضا اصحاب الاقامات واصحاب يزلم الشمل هذا حق نحن كبلجيك نقدر نطالب فيه واليوم اجينا لانه المؤسسات والمزارات اصرت في تطبيق هذا الحق نحن اليوم شعب ملكوم ما ادرين نعرف شو مستقبلنا لو نرايح يعني وضعنا جدا مأساوي اليوم نحن بدنا نكون اين وحده بدنا نكون في تكافل حقيقي بيننا وبعض وقفتنا اليوم مهمة حنكمل نوقف اكرا وبعده وبعده لحد ما نقدر نلاقي فلول لكل مشاكلنا واتمنى ان نكون هاي النقطة اللي نحن اليوم فيها واللي نحن اليوم بالحزن يعني سيطر على مشاعرنا تقدر تكون لانه نقطة انطلاق لمستقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة